40 ساعة بتاخدهم بابين كل مباراة ومباراة وبيستمر الفريق لاستعداد لمباراة طلاعي الجيش ان شاء الله بإذن الله بكرة لست لعبين مباراة قريب كانت نتجتها أربعة لصلاح النادي الأهلي نتمنى ان شاء الله بإذن الله أنه الأهلي يواصل عروضه أعتقد أنه كيرف الأداء أفضل بكتير جدا من الفترات قبل كده عناصر كتير جدا استعدت مستواها وتقلقت النهاردة بتتكلم على وسامة أبو علي بتتكلم على أكرم توفيق بتتكلم على محمد عبد المنعم رمي ربيعة طاهر خالد عبد الفتاح اللي جاي من بعيد قوي فبالتالي كريم فؤاد واحد من نجوم المرحلة بدون شك الحقيقة مقدم مستوى أكتر من رائع وبشوفه في كل مباراة أداءه بيتطور واحد من أكتر اللعيبة اللي تحطوا تحت اختباراته تحت ضغط ودي كوالة اللعيبة الأهلي دائما بنتكال عمالية فكرة اللعيبة اللي بتحط تحت ضغط ودايما في كل مواجهة بيظهر فيها بيبقى كأنه محل اختبار لعيب جبته عشان يلعب باك يمين فالطلب منه أن يلعب جناح يمين ففوقت من الوقت قلتولي لا انسى كل دو وتعالى بتدي كجناح شمال كباك شمال فالحقيقة في كل مرحلة تحط فيها وفي كل اختبار تقلق وأجاد وهي دي العقلية اللي بتفرق لعب عن لعب وبالإضافة لده طبعا مش عايزة أختزل الأمر بس في فكرة العقلية لكنه كمان على مستوى الكورة لا لعب كورة تبني عليه وترعني عليه بشكل كبير جدا وأتمنى أن يكون واحد من العناصر تشوف أنه كريم من العناصر يكون لها فرصة في التواجد مع منتخب مصر بدون شك يعني كولر بيشتغل على مباراة بكرة وهنتبع مع حضراتكم هروح طبعا لتمرنت الأهلي وطبعا هو يأكيد يعني في دماغه بيحضر لمطش بكرة لكن مطش الجمعة اللي جاي مباراة بيرميدز أعتقد هتكون مباراة مهمة جدا 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 هيفكر فيها أو هتخش في حسابات مارسل كولر سواء على مستوى العناصر اللي هيديها فرصة في مطش بكرة أو العناصر اللي محتاجة ترتاح عشان تكون جاهزة لمواجهة بيرميدز الفاصلة والحاسمة وبالمناسبة عشان أطمنكم يمكن المستجدات كلها هتكون عند زميلي شريف شعبان في النادي الأهلي لكن فيما يتعلق بالإصابات قائمة الإصابات الحمد لله مش كبيرة قوي ما عندناش غير بيرسي تاوي يمكن اللي عنده حاجة مشكلة في العضلة الضم وعندنا كمان كل ارتراب من الجهاز طبي طبعا تقرير مفصل بحالة الحالة الكاملة أو التشخيص الكامل لحالة المصابين في النادي الأهلي وبالتالي ما أعتقدش هيكون فيه مشكلة فيما يتعلق بملف المصابين علي معلول برا الحسابات زي ما حضراتكم طبعا عارفين عندنا مين غير بيرسي تاوي طبعا مصطفى مخلوف وإن كان طبعا مصطفى نتمنى له الشفة طبعا عنده كسر فيه عضبة الوجه ويمكن اللي بيتابع معنا لسادسة وشفة تمرينات الأهلي في الفترة الأخيرة هتلاقوا أن مصطفى لابس ماسك وهو بيجري تدريباته لكن يعني مصطفى بعيد قوي شوية عن المشاركة فبالتالي غيابه مش هيكون مؤثر الولد ده الحقيقة كل الناس كل الناس بالذات حراس المرمى اللي أنا بقابلهم يعني كبار في النادي الأهلي كل الناس بتشفيد بإمكاناته بشكل كبير جدا وأتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون امتداد لحراس المرمى في المستقبل بمناسبة كلامي على مصطفى مخلوف هو مركز حراس المرمى في النادي الأهلي دايما محتاج صبر أيوب يعني من أيام إكرامي وثابت ومن بعدهم كابتن شوبير شوبير فضل كتير جدا 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 مستني فرصة أنه يحرص مرمى النادي الأهلي لدرجة أنه في التوقيت ده يعني فاكر أنه يعني بيطلق عليه لقب أيوب الكرة المصرية شكرا